اشتركوا في القناة ومناسبة أشاد سعادة وزير شؤون الإعلام بالجهود التي تليها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم وترسيخ أسس ثقافة التعايش الإنساني والسلام كقيم إنسانية مشتركة تحقق الأمن والاستقرار للدول والشعوب وأكد سعادته أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وبمساندة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تتطابق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ذات النهج والرسالة الإنسانية النبيلة لترسيخ دعائم الحوار والأخوة الإنسانية بين شعوب العالم وأشار سعادته إلى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال من خلال رؤية ملكية سامية تؤمن بأن التعايش والتسامح والحوار الإنساني ركزة أساسية لدعم جهود الدول في مجال التنمية الشاملة والمستدامة وقال سعادة وزير شؤون الإعلام إن ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والذي عقد برعاية ملكية سامية تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم وكذلك الإعلان عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي جاءت تتويجا لمسيرة مضيئة من المبادرات التي انطلقت من النموذج التاريخي والحضاري للبحرين في مجال التعايش السلمي وأثنى وزير شؤون الإعلام على ما تضمنته كلمة معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات اليوم من تأكيدات على أهمية دور وسائل الإعلام والاتصال في تنمية قدرات المجتمعات المحلية والعالمية على الأخذ بمبادئ التسامح والأخوة الإنسانية مؤكدا سعادته أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب من الإعلام أن يكون على قدر المسؤولية وأن يكون له إسهام فاعل ومؤثر في بناء مجتمع عالمي أكثر تعاونا وتسامحا تسامحا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة